ان انا بقى لما بقعد احتياطي انا ميت من جواي قال لي لأ الشريف الخطوة دي صعبة جدا اللي عملت انا مش عارفة كتاني دي غلطة حياتي الرسمية اللي انا بند معليها لحد دلوقتي انا صحيحة الصبت قاله شريف اشرف في الزمالك وهو الراجل ده كان اللي عرفني ان ينفع مشي من نادي الاهلي لن نادي ثاني في مصر الصعب صعب صعب الله يعني طول ما الفرقة ماشي بتكسب انا مبلعبش فرقة متعدل او خسرها انا انزل هي اكبر يعني نقطة تحاول في حياتي لقيت الدنيا سودة فوش كي انك ما كنتش بتاعف تلعب قبلها بس في ناس ناك حاجة بس انا ما اتمناش ابقى مكان ما اتمناش ابقى شخصيتي زي كانت صادمة عمري يا كابتن شريف والنبي الموتش والنص عد السلام عليكم يا اصحابي العزاء اهلا بيكم ضيف جديد وحلقة جديدة ضيف صاحب كرير محترم يعني قصص كتيرة وضيف انا متأكد مياه في مياه انه يعني اضافة اضافة حقيقية يعني انتو عارفين برضو هانا ايمن بنقول عايزة حلقة نخرج منها يعني عندنا جزء ممتع وجزء مفيد وجزء متنوع وده متوفر جدا جدا فيه الكابتن شريف اشرف نجم نادي الاهلي وزمالك ومنتخب مصر وحياة كتيرة مساء الفل مساء الفل عبد حبيبي مبسوط جدا ان انا معك انت عارف طبعا يعني انا بعتبرك بجد اخ لي وانت من الناس العزيرة جدا على قلبي فما ادارش انت عارف ادارش شيء اتاخر عندك حبيبي نور الدنيا طبعا يعني عندك حاجات كتيرة اول نتكلم فيها بس ايه يعني اخذهم كده واحدة واحدة بالترتيب والكلام بيجيب بعضه زي ما قلنا يعني من وانا الغير يعني بتقال ان فيه ده بجد مش مش هزاري بتقال ان فيه واحد في الناشئين الاهلي بيجيب عشر تجوان فو ماتش وتمن تجوان فو ماتش انا دي خطت بقارها في الجرائد وراه في مجلة الاهلي بش عارف سبعة تجوان فو ماتش تمن تجوان فو ماتش اما انا وانا صغير كنت يعني محتى مصرات الناشئين وكده انت عارف فبلاقي بقى بيقول لك جاب تمن تجوان بجد حاجات دي كانت كبه فعلا كانت ده السيستم اه الحمد لله يعني انا يمكن ربنا الصحوة تعالى اعطاني في فترة الناشئين دي حاجات حلوة كتير يعني اه اه ارقام غريبة اه محدش عملها وكانت مفروض ان هي تكمل بحاجة حلوة جدا مع مستوى الفريء الاول اه ان هي تبقى بنفس القوة يعني ولكن طبعا الظروف اختلفت خالص طبعا مكان انتغارت المكان والزميل والناس اللي معاك والفكر وبرضو حاجات كتير جدا الموضوع له وتفاصيل كتير اه لان روح لكل دول بس بس في الاول مثلا انت ودخلت النادي الاهل ازاي وانت عندك كم سنة انا روحت النادي الاهلي تقريبا كنتش كامل ثمان سنين يعني كنت سبع سنين وكسور روحت اختبارات كان كابتن ميوشي ربيني ربنا مسي بالخير اه امين يا رب كان هو مدير قطاع ناشين ساعتها وكانت اختبارات النادي مفتوحة كان والدي الله يرحمه وليه واحد زميله كالشيف النادي الاهلي اسمه كابتن ابراهيم علي دم بالمناسبة من الناس لسه بردو عاملة مدرسة كورا وبتطلع عنه يعني كويسة جدا يعني في اللعبة هو الراجل اول ما شف يعني والدي اول ما حاس فيها بالموهبة كان عندي حوالي 3-4 سنين كده بدأ يخدني ويمررني رغم ان والدي ما كانتش لاعيب كورا بس حاس ان انت عندك لمسة اه حاس ان انا على فكرة دايما بيقول ممكن الولد عنده 3 سنين 3 سنين ونص ويقول انه عنده لمسة طبعا يعني خلي بالك يا قبل بكده كمان يعني انت بتنزل مناسف من بطن مامتك الموهبة موجودة خلاص اه انت مروف في حاجة يعني انت بتلاقي ولد كده تدير كورا يموقفها في حاجة يعني اسهل من دلوقتي يعني دلوقتي فيه تشارك بيه طبعا في عكس زمان يعني على ايامنا احنا كان القاناة الاولى والقاناة التانية بس وما كان موزامة شعط الاندية والدوري وشكرا لو الشام يزليج بقى ترخيل فيه شام يزليج تشوف بقى كل فين وفين بقى ماتش يجيب لك ماتش كده وتشوفش بقى يعني مجموات مبارية كاملة بقى بالزبط الله انا اره عليك مادلوقتي يعني ممكن الولد ينزل لو هو ربنا بديوله موهبة فهو خلاص هو بيشوف حاجات كتير جدا عكس اللي احنا كنا نشوفها زمان فهو سبحان الله انت بتنزل يعني بتتولد ربنا وتحس رب بديك حاجة معينة فروحت اختبارات الاهل فروحت الناس شافوك يعني كان والدي اللي ارحمه وكابت إبراهيم زي ما يقولك حسسوا انه خلاص موهبة موجودة فنوديه يختبر فبفضل الله من اول اختبار اتخذت بس هنا يعني كنت بحيث ده من انت راجل فنيشر يعني جوا الصندوق بس الاختبارات بتبع عايزها ترئيس ولا انت كنت كده زمان كنت كده زمان انا في الاختبارات دي اما كنت شو ببصي لحد لا هو منفعش ببصي لحد انت في الاختبارات فيه ما اقوله شهيدا انت بتلعب ضد فرق التانية وتلعب ضد فرقتك دي حقيقة دي حقيقة والله فعلا انا كنت بقى ايه اعمل ايه باوف يعني كنت بقى في اخر واحد في الملعب يعني مكان اللي برو او المساك طبعا اللي بلعبوا معك كلهم مش فاهمهم بزيك يعني فالفرقة التانية تقطع منهم الكورة سيبهم براحتهم في قطاع من الكورة ويجوا علي فهم اللي يجي علي ده سواء حيباصي او حيحاول يعدي مني اخدوا الكورة منه ورقصوا ورقص فرقة كلها وجيب جور انا تقبلتش غير كده هي فكرة اخد بلك توقف اخر واحد لان انت هيجي هجمع كنت الاختبارات بنلعب ايه اربعة وجول ده ده للسن لانها روحت سبع سنين سبع سنين ده هو الفين وستاشر دلوقتي مولد الفين وستاشر ده يعني انا انا روحت اه فما عاروش اه اه فكنت راجل طبعا كابتون يومي فضل اللقاء وما شافني اه 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 يعني فتعالى ابن انت منين وبتاع وفين والدة كده بس فاربك ارادوا اتخذت من يوميها يعني ده قيته ما كانش فيه فرقة في سني احد تستنيت سنة ونص باجي كل تقريبا شهر مرة او مرتين نادي مجمعين بس الفرقة كده لو الناس تطمن علي انما قالوا حد ما فرقتك تجمع وما تفجمعتش يعني اول فرقة او ازغل فرقة في مدرسة الكورة كانت تسع سنين ساعتها وكانوا دول اكبر مني بسنة هما كانوا مريض ستة وتمانين وانا مريض ستة وتمانين فانضميت معهم بقى فانضميت معهم من الكلام ده كان سنة خمسة وتسعين تقري فبس من خمسة وتسعين لالفين وسبع عنا كنت في ناشيين ناديل ايه بقى موضوع سبعة تجوان في مرات شوية ثمان تجوان في مرات شوية حصل والله حصل يعني احنا كان بدأتنا بدأنا نلعب دوريات لازا ما انت عارف بتبدأ تلعب دوريات من سن ترتاشر سنة ده السن الرسمي انا بقى مفضلة عشان كنت فارق عن سني شوية كمان فكنت بقى مع الفرقة الاكبر مني فمثلا انا بدأت لعب دوري وانا عندي حتاشر سنة ففي الدوريات بتاعة الفرقة الصغيرة انت بتبع عارف بقى بيبقى فيه متأسمة مناطق اه بيبقى فيه مناطق بقى كان متكبر شوية على سنة خمسة وستاشر سنة كطاعات الاول بعد الكطاعات الجمهورية هي وفي دوري المناطق بتلعب بقى مع مركز شباب بقى فرقة الكرياتها فدي وهي دي الفرقة اللي كنت بيجي فيها مثلا ارقام كبيرة اكتر مكشة مثلا جبت كم جوة تماني تمانتي جوة انا وفي المتش ده اجيب تمانية والله العظيم ومضيع تمانية غيره بالزبط يفعل لهو ده كمتش في دوري المنطقة الكريرة وكان ساعتها كانت فرقة خمساشر سنة ده افاكر المتش ده كويس وجدت ستة خمسات بقى كان كتير جدا اربعات كتير ثلاثات كتير طبعا يعني لحد بقى موصلنا موضوع دوري الجمهورية ده برضو الحمدلله معدل تهديف كويس بس مش خمسات بقى يعني طبيعي بقى مطشط لا والله حتى في دور الجمهورية كتيرية اربعات وخمسات والله اه والله على الملعب الحداشر اه جوة انك عاملة ازاي يعني بالكروسات بقى هدات ولا الصعوبة الحمدلله يعني انا ربا وصحوة تعالك بديني الملكة وموايبة بتاعتني مجيب جول من اي مكان يعني في مهاجمين صندوق بس انا مش كده بعدها من صندوق بره الصندوق معيني بالنسبة لي انت كده يعني انا كنت حسس كده لا أنا فانيشة اه فتبين قوتك في جوة الصندوق بس انا جبت جوال كتير جده من بره الصندوق يعني مثلا الفولات والشوت اللي من بعيد والكلام ده حاجات دي من بره التونتوشوك فهيمي الحمدلله جبت جوال كتير من بره التونتوشوك كمان فكمان عندي في حيث انها انك بفضل الله كورتك كويسة كمان مش زي المهاجمين مثلا اللي بيتعتمدوا على قوة بس او عافية بس او كلام لا انا كنت برضو يعني زي ما كان فيه برضو بعمل بساطة حاسمة وكلام منها اسستاته بالزبط فالحمد لله يعني منتخبات بقى طبعا النشيين وكده بداعت منتخبات او او انا عندي 15 سنة 14 15 سنة كان منتخب اكبر مني زي ما بقولك او ملعين 87 انا قناه او متخب 1986 دا الو بطه عمر الحلواني واضمد مكدي 86 دا كان او احمد سمير فرج واضمد مكدي وعبدالله جلال وحسا معشور دلزبط دا الاب متخب دا لعب كاس عالم لا دول اللي تصعدوا منهم والنلابوا مع متخب خمس ساوانين دا كاس عالم اللي هو كان عبدالله الصعيد وكان ناس كتير يعني ومع كابتو محمد الرضوان كان دكتور محمد على الرحام والاول كان دكتور محمد على الله الرحمة الاهوان فمنتخب الستوانين ده احنا لعبنا ممتخب نشيئين وصلنا لبطولة افريقيا وعلى حظنا كان دايما العرف ان اول اربعة بيساعدوا كاس عالم يعني جمعنا في البطولة دي بالذات وقال لكم اول تلاتة بس مش اول اربعة وصلنا مربع زهبي وخدنا مركز الربعة مصاعدناش كاس عالم ده كان مدير فن مين؟ ده كان كابتن فاروق السيدة الله رحمه وكان معا كابتن حسين عبل لطيف كابتن هامل بيدير ومساعدين دول ده كان منتخب الوصد تحسب بعد شرس سنة وكان هو اكبر مني لما تعمل منتخب بتاعي انا بقى كان ميسكو في الاول كابتن مشير عصمان وما عادش كتير انا وبعد كده اكمل المسير كابتن سمع يوسف لاعبت مع منتخب ده بقى بطولة افريقيا برضو وما اسعفناش برضو كان جنة قوي جدا هقول لك هقول لك العيبة هقول لك عمد سمير رمي صبري مصطفى شبيطة ومصطفى طلعت وامد المحمدي وشمامة وصلاحة حشور وناس كتير يعني مش عازة نساء احمد عب سلام وناس كتير ناس كتير اوية احمد عبدالعب مني مش شناوي ومهدي وعامر عامر كل ده كان الجيل بتاعنا وهي جيل سبعة وثمانين ومومد زكريا وثمانية وثمانية وثمانين كانوا معنا ما صعدناش كاس عالم في برضو اه يعني بسبب كان مواتش غريب يعني احنا كانت مجمويتنا كاميرون زنبيا ناجيريا كسبنا كاميرون او موتش تعادلنا معنا جيري تاني موتش طبيعا زنبيا زنبيا مضمور اه بنلعب زنبيا بنلعب زنبيا نقلونا الملعب اللي كنا بنلعب فيه ما تفهمش نقلوه ليه والله زي ما بقولك كده برحمة واليوم ده مش هنزف حياتي يعني راح نكس عالم بقى نكسب نصعد مربع زنبيا ونركس عالم نتعدلنا حتى لو تعدلنا كنا يعني ببردو يا اول يا تاني حال تحس ان سهم والله نسلوا ما فيش حد شايف قدامه والله العظيم وحاجات غريبة بتحصل في الملعب والكرة تبقى داخل جون تطلع واللي خارجة فيك تدخل والله العظيم يعني انا بسمع الكلمة دي في افريقيا كتير الكرة تبقى داخل جون تطلع يعني فيش حاجة اسمع كده يعني احنا كان حتى موضوع السحر الاسود وكلام ده طبعا السحر موجود في القرآن انا عن نفسي حسنا لا انا مقتنع هو ممكن في ان اقولك وإن اللي هيجيب السحر في الكرة لا انا بقولك انا مش معترض السحر موجود في القرآن مش هنعدل لكن انا قصدي يعني بيجي معنا اقولك قصد الكرة كتدخلة وخارجة يعني ايه كرة كتدخلة وخارجة بتحصل الله بالذات في مرحبتنا شيء يعني الكرة تشوفها دخلة جده وتقوم نحوضة يعني الله بتحصل يعني تحيس ان هي خلاص دخلة وتفهمش حاجة تحصل فتاخد بقى مثلا زاوية زاوية فقدست انتاج ولا في حشفة دلالة مثلا انا حصلت معايا في الموتش ده يعني انا حصلت معايا في الموتش ده والله يا برحمن كان محمدي فاكر عدنا من ناحية اليمين كده عمال كروس وانا جاي والله عزيزينا طاير طاير بقى مش مش جامب والكلام ده لا ده انا طاير وبقامل الكرة كروس سريع وانا جاي بسرعيتي وجاي وطاير شو ما طالع من دماغي شو ما وها متخبطة في الارض كده متطلعة كده اكسم بالله زا ما بقولك يعني كنت على البنالتي طب الارض ما عربتها ممكن ما ما تفهمش بس اقول لك ده حصلت معايا احنا ذهب من موتش ده ده صفر دي كان انا الموتش ده الكرة دي كانت شوت تاني كله انا كله محدش مصدق وبعدين انا كان في حاجة غريبة بتوحص بها بس على اللعيبة كنت انا كابت المنتخف بس على اللعيبة في ايها جماعة مالكو في ناس حاسسها مش مش قادر هتاخد نفسها عارف انت وشو مصفر معنى كل لعبين موتشين هناك قابليها يعني ومع فرق اقوى مع فرق اقوى لا بس اليوم ده بالذات كان غريب درجة الحرارة كانت معديها السبعة واربين تمانية واربين في وقت الموتش بنتم تتخدش نفسك وانت ماشي عادي بزبط فقط لا يعني هو تحس ان هو سبحان الله بيتحصل ظروف ربنا مش رايد بقى فسحر بقى مش سحر هو معي مش مكتوبة انك انت تصاكد بس هناك ساعتها سمعتهم مثلا لا بس لهم بيتخدير مستحى يعني حسيتهم ان ده كان موجود في الموتش حصل وكان كنا بنحاول ان احنا نعمل زي مقرأة بقى كراية قرآن مية على مية وبتاع ونريبانا في سنة ونحطها مساء والله بكنا لك بد حاجات مشتتها بارك والله خلى العامل بتاعنا يرمي شوقات مية على قرآن في الملعب والله زي ما بقولك حصل كتير على فكرة في مرحلة الناشيين دي بتحصل كتير يعني الكلام ده ما حصل معنا وحصل مع ناس قبلنا سمعناه يعني ما كناش مصدقين وشوفنا بعنين لغاية دلوقتي بتشوف فيديوهات على السوشال ميديا مسلا في الدوري ما عافش فين في افريقيا ان الحارس حاطت حاجة في الجنل الواحد دي روح ياخدها مسلا ويجري ويطلع ويجري ولا بعض وييفلو يعني حاجات دلوقتي هم عندهم الاعتقادات دي وشغلين بيها والله اعلى واعلم يعني بس في الاو في الاخر مش هتئذيك او مش هتصيبك الا ربنا رايد لك طب في النهاية الاهلي واحد بقى مكسر الدنيا في الناشئين كان موقفك كنت فين من الفريق الاول كتدريبات حتى كتصعيد والله حصلوا ساعدت اكتر من مرة مرة انا عندي 16 سنة ومرة عن 17 سنة وكنت تساعدوا عندي العطول يعني كان بيبقى زي تكملة مثلا في منتخب والعدد قليل بالزبط لا بيبقى في التمرين بس بتتمرين 2-3 بس نخدتش ودي ما خدتش حاجة لا خدت ودي ده بقى لما جبتت 19 سنة اوكي يعني خدت فترة بقى افريقيا اللي هي كانت ساعة 2006 كسر الامة اه وكانت طبعا لعيبات بليك مع المتخب بالزبط فمكمل ايه كانت مجموعة كبيرة من اللاعبه في الفترة دي بقى اتمرنت فترة طويلة بتاع شهرين مثلا على حاجة وخدت كزا ماتش ودي كمين المدير الفني؟ مانو الجزء مانو الجزء تمام اه في الفترة دي حتى دخلت في مباراتي رسميتين يعني الاثنين في الدوري واحدة كنت احتياطي ما لعبتش وواحدة لعبت فيها وكنت كات المباراة الوحيدة لا لا كنت اسم على عقد الناشئيين بتاعي هاوي بالزبط اه وعملت ماتش اللايبتو ده كويس جدا ناس كلمت عني كويس جدا بس بعدها نزلت تاني مطلعتش برضو بعدم اه انا صحيت الصبح قاله شريف اشرف في الزمالك يعني ده برضو ايه مفوط بيبقى في تام هيد يعني مسي للاول مثلا انا صحيته صبح لقى شريف اشرف في الزمالك وبقى اخناقه بقى لا ينفع ما ينفعش العقود وبعدين صدمت بقى لان ليه بقى يعني زي ما يقولك واحد معروف ان هو هدف الصغيرة في النادي الاهل وفجأة يعني مفيش مقدمات يعني مسلا دلوقتي ممكن يتقلي الاهل مسلا سرح عشر لقى وكده راح واحد منهم راح الزمالك عادي دي مفهومة لكن اه لكن فجأة بوم ايه ده الحوار ده بقى ايه ده الحوار ده بقى سبحان الله والله برحمة الله ولكن يكون في حاجة كتير في الحياة بتيحصل اه فعلا هي تدخلات ربا سبحانه وتعالى وانت عليكش اي يد فيها يعني انا في الفترة دي اه تربية نادي الاهلي عموما انك انت مبتقبلش غير انك تبقى راقم واحد طب يعني تسأل اي حد اي اي مدرب اي حد لعب في نادي الاهلي اي حد عد عن نادي الاهلي اه تقبل حاجة غير راقم واحد اقول لك لأ فانت تربيته العقيدة دي جواك جوا النادي وانت عشتها طول طول سنينك طول سنيني وانا عشتها انا رقم واحد في مكاني ومش في فرقتي وفي الفرق اللي اكبر مني هو كل الناس تتوقع لك وتتنبع لك انك مهاجم مستعد بالزبط وارقامك وادائك مساعد اه ومع كل مدرنين الفنيين اللي مسكوك واللي اسميهم كبيرة والمناسبة هم ناس انا بشكرهم يمكن بعد ما خلصت كاريري دي في الكورة السنة دي بشكر كل الناس اللي ساعدتني للناس اللي خلتنا اوصل مستقل وصل طلوع حل بدأتها من مدرسة كورة كابتن مدرجة وكابتن محمد وهبة مورورا بقى بكل المدرين الفنيين اللي مسكوني في مراحل النشيين كابتن محمود صالح كابتن علام ايهوب كابتن حسام البدري كابتن عبد زي عب شافي كابتن مصافة يونس كابتن مجدي طلبة كابتن ديوع السيد كل الناس دي اه للامانة ساعدوا في تطور مستوية جدا بالنصايح والخبرات الدولية حلو فانت في النشيين رقم واحد في كل الفرق مع كل الناس دي بقى مع كل الناس دي بقى والناس دي كلها مقتنعة بك وحطك رقم واحد بزرط 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 وكتر راحت لازم يتصعد وكل ده بزرط منتخباتك انت برضو رقم واحد في المنتخب حلو حلو خلاص انت كل ارقامك تقول انك لازم فرصة معفرية الاول توصل بقى زي ما بولك 19-20 سنة بعد الفترة اللي انا اتصعدت فيها ونزلت دي بدأ حاجات غريبة تحصل بقى يعني بدأوا يصعدوا ناس من فريتي وانا مبتصعدش ليه؟ الله اعلم لا لا بجد الله اعلم الله اعلم طبعا بكل حاجة بس يعني انا في الفترة دي انت بتجيب جوانا كتر منه اه ما تفهمش يعني ايه ما تفهمش والله ما تقول لي ليه ما معرفش انت اكيد في موقف معاك انت عملت موقف معايا لا لا خالص ما عملش ولا ايه حاجة طب ازاي؟ ما انت بتتصعد اصلا في الطبيعي بيجيب ويجيب يا مثلا في المنشاط المهمة في الدوري بتاعك ومع منتخباتك بيجيب جوال وانت هتدف ريتك وعدف الدوري وهتدف التاريخي الناشئين فاللو انت هعمل ايه تاني انت فاهم اصلا يا عشان اخد فرصة طيب ماشي قلنا حتى لو حتى لو انا ما تصعدش اه غيري بتصعد اوكي كده مش هاخد فرصة اه لان في كوكبة من النجوم رسعيد سوري كده كده اه كده كده فانا ما كنتش شاهم من الموضوع ده يعني بس كان في وقت ملاقوات كده احنا طبعا كنا كلنا جروب واحد زمائل وقتها فلو حد تصعد من النهاية فبيجي مثلا يحكي اه يحكي يعني ايه اللي بيحصل فواحد من صحابي يعني كان جات له فترة تصعد فهو جالي لقيته بقول لي انا كنت كلمت كابتن فلان مش عز كان ساعتها مدرب في الفريل اول قال له كابتن زيال شريف مش معنا الفترة دي وتقال له وشريف فرصته صعبة فانا هو او ما قال لي كده كابتن فلان ده قال لك انا فرصتي صعبة في الفريل اولا قال لي او الله طبعا دي كان صدمة عمري يعني كل اللي بعمره ده وفرصتي صعبة اه فيه نجوم كتير وبتاع طبعا انت مدرب ده كان مسكك بقى في النشي هو وعارف انا مين وعارف كواس وانا جوا يعني في دماغه انا عارف فانا بالنسبة له ايه طبعا ليه بقى الله زي ما بقولك هو بيتكلم من الظروف اللي هو شريفة مع مدير الفني ما فيش تناشئين مثلا بالذات في مركز المهاجم الفترة دي ممكن اياخد فرصة ممكن هو عارف ان مانو الجوزيبي نسبه له مهاجم ده وعمره ما هيبقاناش هيبقى حده وغيبه جاهز بالظبط هو قريدي عنده كان عنده بالذات متى وفلاف يولي اتنين دول يعني وهو بلعب كان بلعب يعني دو سترايكارز ودي كانت حاجة حلوة مش زي اليومين دول ناس كتير او تلعب واحد ممكن تخش الله ينور عليك تغييرة بتاع بالظبط الله ينور عليك اخذ فرصة يعني زي حتى الناس اللي بتجيبهم من الفرع التانية يبقوا موجودين في النادي بس يعني انا ابن النادي يعني اللي هو انت ابن النادي فانت المفروض الطبيعي تاخد مع كل الارقام دي تاخد فرصة فرصة يعني ايه بقى ابراحمان عشان الناس بتفهم غلط فرصة يعني ثلاثة ربع متشوت دي الفرصة يعني وقدرة قيمة ربع ثمص ديني شوت وبعد كده هشوف ده ده في يعني فيه جاي ولا مش جاي والله الراجل خد فرصته فتاعة اربعة انا عارف النادي الاهلي عموما والنادي الزمالك والفرق الكبيرة اللي ابتلوا على بطولات ما بيبقاش فيها برضو النفس انها تدي وتزبر صح عكس اليومين دول يعني عشان الناس بتفهم في الغرق زمان اه زمان لا يعني احنا ما نكلم في خمساشر سنة اليومين دول ايه مش فرق اليومين دول اي حد بلعب اي حد ممكن ااخد اي فرصة لان اصلا محتراق مش في الاهلي او في وكيمش على الاهلي او بالزمالك يعني انت النهاردة اصلا معظم الناس بتدهر اصلا على عيبة صغيرة في السن حتى لو مش قوية ومش مواهب عالية اي 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 يعني او اصلا انت النهاردة كل واحد بيكبر في السن اه مع احترام يقول لك خلاص بقى ومش خلاص بالزبط اه 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 طمام طيب يعني فقال لك انت فرصتك قال لك انا اتصعد اه 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 انا هناك قاله قدامي اه 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 احنا عادي من اتكلم فنقول ازاي الشريف مش معنا كابتن ومش عاقب قال لهم الله الشريف فرصة الصعب فانت بالنسبة لك كده اللحظة دي اه 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 انا بضاع وقت بقى اللي هو ايه اعاف انت اه خلاص بقى انت كنت باصس في مكان انا فرصتي ان شاء الله هاخدها هاخدها وتفاجه اه فرصة صعب ده مين صاحب المقولة التاريخية دي اللعيب حتى مش المدر لا اللعيب محدش عارفه يعني هو كان واحد صاحب معايا في الناشين كان اسم محمد عبر رحمن اوكي اه ده كان لعيب نص ملعب جامد اول جامد جدا كان لعيب جامد اول سبحان الله ملعبش لا في الالي ولا في حتة تانية تمام بعدين انت بقى خط يعني بينك وبين نفسك حاسيت ان كده موضوع بقى فيه تضيع وقت بقى مش تضيع وقت يعني لا ايه لا لازم اشوف حاجة تانية طيب انا اصلا كان قابل الموضوع ده بحوالي سنة كنت مع متخب الشباب مع كابسل ماليوسف وكننا بنلعب بطول اسمان مريديين في تركيا وعملت بطولة جامدة جدا لعيبنا ثلاث موتشات قدام ثلاث فراء اوروبية كانت اسبانيا وبرتغال وتركيا اربع فراء كمان ازق وفرنسا ومتخب مصر بطولة دي جابت على الجوال انا جاب اتنين والثالث فاول انا عملته خبط في العرضة ونزل واحد عمل فاوله وجابه بطولة فكانت اسماعيل ربنا بسيبه الخير بعد البطولة قال لي انا فيه وكرة كلموني من قندية كبيرة في انجلترا وقال لي مرضتش طبعا قال لي انت ليس صغير مرضتش اشغل دماغك وقلت مستنى ما بطولة تخلص وقالك برضو ايه اللي حصل وكلمت الناس في النادي الاهلي قلت لهم فيه فلان وفلان كلموني عشان شريف واندية قالوا له لا احنا عايزين في اندية فاعل عاستي اسماع وكان ايلي ان فيه ناس وكان اكلموه هو اللي كاب اسماعيل ايلي كده قال لي فيه كان فيه ناس كلموني من وكيل كان بيكلمني عايز يوديك تجربة في تشيلسي وواحد تاني عايز يوديني في ارستي ان انا اخد اعمل تجربة هنا وهنا ده وانت عانت 17 سنة كان عانت 18 سنة بزرط انا في فترة دي يعني بفضل الله يعني ما كنتش متشاف يعني بالنسبة للجمهور بس بالنسبة الزمالي اللي معايا والمدربين موهبة استثنائية انا عرف انت مش عايز تقول على نفسك بس انا انا ولا مكانك في فترة دي مثلا في منتخة فرنسا في فترة دي كان كريم بن زمان بلعب قدامي في الملعب وكان في اسبانيا مثلا كان بيدرو بلعب قدامي وفي تركيا كان اردا توران كان بلعب قدامي دول الناس اللي تشهروا وصلوا لعبوا في اندية الجيلة فانت كنت انا امياز العيف في فرق افريكا كلها مش في مصر يعني فالناس كلموا كابت اسماعيل هو اصلا يجي قال لي كده هو الرجل مشكورا قال لي ده انت شريف الناس كان فيه وكلة من من الحيطة دي كده بيكلمني عايزين يودوك تجربة في الاندية دي بس انا اتكلمت مع ناس في الناد الالي وقالولي لا احنا عايزين حالو وعبد السلام بردو جالوا من برشلونة بسلام كان لعب السلام ده كان قبلها بفترة طويلة صح؟ اه اه برشلونة اه هو كان في البطولة كانت تعريبا في فرنسا كان اللي مسافية وفعلا هو لفت نظر بناس من برشلونة ساعتها وكانوا عايزين يودوه كان الاهلي برضو مش فاكر طلب فلوس كتير او ايه او الموضوع وقف يعني اه واحنا على ايامنا عموما كان المواهب النادي الاهلي كان بيمسك فيها جمد ما كانش ببعز يفرط فيها وموضوع ما بقاش فلوس تمام فكمان مع ان انت كانوا هما عطلوك مثلا في موضوع الاحتراف ده ممر قبلها يعني انا انا والله يا عبر رحمان ما حطتش موضوع ده في الماغ لان بقول لك انا في المرحلة دي انا عادي حتى لو كملت ولعبت وبقيت لعيب كبير ده حلم حياتي كان حلم حياتي في الوقت ده ايه بقى خطوة يعني بعد تاني ما قالو لك انا برضو كنت منطخي عبر رحمة العمري مع نفسي اللي هو انا احلامي كتدرجية مش عايز انا قطة نطة جامدة مرة انا كان نفسي العب فريل الاول الاول بقى اخذ فرصيتي بقى العب منتخب بعد كان منتخب احترف ده كان الاحلام تدرج الطبيعي اه انما لقيت الامور ايه مش ماشية مش ماشية في المتاجد اه بس فقلت خلاص يعني بما ان فرصيتي في نادل اهلي صعبة اه زي ما وصل لي يعني وفعلا انا شايف الرجل انا اه مش هيعتمد علي او هايديني فرصيتي فقلت اشوف بقى موضوع الاحتراف فقابلت اه وكيل مصري اه شريك مع وكيل الماني اه قال لي ان ممكن نجيب لي حاجة كويسة في اوروبا في الفترة دي اللي بقولك علي فقلت له اريد طبعا حلم حياتي نحترف طبعا بس كان نفسي العفريق اول هنا اه يعني احترف بقى اه اه فالراجل ده جاب الوكيل الالماني ده جاب ناس من نادي ستندرد لي اجل بجيكي مصر والوكيل المصري ده يعني كان مشكورا جاب الناس دي على حسابه يعني عشان تفرجوا عليها اخ كان باي ماتشين في بطولة الجمهورية اخر ماتشين في السيزن فجوا من الناس وقعدوا وتفرجوا عليها ماتشين ماتش كنا ملاعب حرص حدود في استاد الماكس وماتش كنا ملاعب طانطة في ملعبنا في النادي العلي ماتش حرص حدود ده كان ماتشات السيزنية عملت كل حاجة في الكورة ومجبتش جول مش مشكلة والله يا برا كل حاجة حرفية في الكورة مجبتش جول واتغلبنا الماتش ده وكان دي حاجة ما بتحصلش يعني اوه والله للا تاني ماتش بقى لو كانت انت وكان اخر ماتش في الدوري اربعة صفر اربعة صفر في رئيتنا النادي الاهلي وانا اللي جاب الاربع جواه تماما فطبعا بصم وختمه فاة خلاص قالولي مبروك شكرا قالولي مبروك بالعربي بس وقدمت ورقي كلام ده في صفارة وبعد اسبوعين صفارة كلمت الوكيل ده قالولي الورق ناقص على كامله الرجل راح كامل للورق بعد اسبوعين كمان هم تواخد رفض على الفيزا كان اخر ماتش في السيزن وعد شهر هو شهر الاجازة فهنبدأ سيزن جديد المفروض مع النادي الاهلي فالناس بيكلموني يلا الشريف عشان فترة الاداد فقالتولهم لا والله انا مقالدي تعبين انا مش حاجة في النادي الاهلي اه طيب ماشي زبوعي عدي عشان انا مكلم مع الراجل بتابقى انا اخده احبوك البيضة انا كده كده كان في الفترة دي اه وكنا في ايام ناشين بتعمل عد مدد ترات سنين عد الهواء اللي انت بتقول عليه ده وما بيخلص هلأ سنتان وكان خلص وكان خلص يعني كنتو بس الناس كلها في نادة اارية متخيلة انا شريف كده كده سنة جاية جاية وقاعد بصف الله بصف الله ينعور عليك بصف فطبعا الناس كمان عشان كانوا عادفين ان انا فري فكانوا طايرين يعني يعني هو كان يدفع حاجة اسمها حق رعية لو تفتكت بس وكان مكانوش هيبقى ايه مطالبين انهم يتفاوضوا بصف فكانوا الناس متماسكين بموضوع ده عشان كده خدت رفض على الفيزا خدت رفض على الفيزا فبقول للراجل طب الدنيا فيها ايه وبتاعه ان شاء الله هناخدها ومش هناخدها وبتاعه بس فعادة في الناس لوني ما بجيش التمرين قال لي طب بص الشريف خلاص انزل معهم التمرين وبتاعه عشان حتى برضو ايه تبقى مجهز درسك وبتاعه وروحت فانا وعملت فترة الاعداد وبدأت حتى لعب مطشرة قد ايه وكل ده لسه اخدت شريف ونادل ايه طبعا الناس كانوا بيكلموا ساعتها ان انا عايزين نامضي علي نامضي بقى فلا ام عايش والله انا قلت لهم انسيت البطاعة مش معي والله العظيم يا برحمان فطب تعالى امضي يا ابن على لا مش هامضي على حاجة دلوقتي وسلم البطاعة تبقى معي طب انت قلت انسيتها في البيت كنتها في معسكة وانستها في البيت طب اكلم الراجل ايه الاخبار في جديدة ان شاء الله ومش اعرف ايه فده اتحس ان الراجل مشيش حاجة في ايدي اعملها اه اه وفي حاجة غلط يعني ليه مش عارف اخد بيزا انت فاهم مواصل اكبر نادي بلجيكا مش عارف طلعها دي بالزبط والنادي اكبر نادي ومكلم الحكومة ده سبورتنج طلع لشاكبالا في ساعتين زمن واقف ساعتين زمن كان بيزا طلع فوالله ابراحمن ان هذا حصل والراجل ده حي ان يرزق يعني يعني ممكن نتسيلع على الموضوع ده هيقول نفس الكلام ففي الفترة دي قال لي بقى ان لقى خلاص هانت وهناخده مش عافيه كان زميلي وصحبي كان حبيبي كده زيك كده كان بلال علام كان بيقعد معي على طول وبطيعة وكان بلال كان تقريبا على علاقة كويسة وكانت احمد شوبير وكانت احمد شوبير كان ساعتها اقوى اعلامي اقوى رخم واحد فكان عنده بردنامج فقال لي تعال وطلعك كنت انا والشناوي هنروح نفس النادي انا ومحمد شناوي الجول تروح باللجيكا هنروح نادي الستندرد ليش ده المفروض نعمل او كان انا كنت على الكشف الطبي وخلاص وهم لانه ما شافوك لايب بالزبط شناوي كان انزل معيش اه محمد شناوي جول مدخب وصف ايو ايو فروحنا اطلعنا على الهواء باتفاقي مع الراجل الوكيل ده ان الموضوع مش فيها قداص الفيزا قربت فكابت شوبير طبعا عرف الدنيا كلها ان في بلجيكا اه في بلجيكا الراجل ده هتسيبه وهنجدده واحد زي ده بالاركام اللي بيعملها دي هتساب كده فدينا يا سيخنات فهمت اخد رفض تاني على الفيزا اصلا فمين كان شاف بق الحلقة دي نادي الزمالك فبعد الحلقة على طول مفيش يوم ولا يومين كان احمد ماجدي زميلي كان لسه راح الزمالك قابلي كم يوم كانش الاهل برضو اه ده احمد اخوي يعني احمد من الناس مدرب مساعد نعم فقال لي اه شريف الناس في زمالك عايزينك وبتاع بص عبر احمد انت حط نفسك مكاني انت واحد طول عمرك طبعا موجود في نادي معين حلم حياتك انك تبقى لعب كبير فيه وفجأ لقيت الدنيا كل ده بيحصل معك في ايام ولاقيت كمان نادي الزمالك بيكلمك اللي هو اصلا انت ما يجيش في تخيولك ولا في حياتك انت كنت حاسي انها بعيدة اول جدا ايه لو الامور مشت معها طبيعي زي ايه مثلا لعب بيكمل في ناديه ما بيخرجش من ناديه بيبقى صعبة جدا يروح كمان الفريم منافس اللي هو الول اتهمشي بقى اتحاد مع اولين اي حاجة ايه 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 فريم منافس ده كان العرف على ايامنا يعني دلوقتي يمكن الدنيا اضغارت شوية عادي عشان بقى فيه متغيرات بالزبط بس وقتها احمد مجدي قالك ازا ما لك عايزك فطبعا انت فقولت وقولي اصوز عمري جناني كان عوض مجلس يدار ساعتها هيكلمك وشعف ايه وكان اصوز ممضوعها بس برس المجلس في اصوز عمري بيكلمني الاشريف احنا يا ابني عايزينك معنا وشعف ايه هتيجي انت هتابقى العاب في الفريق الاول مش سيبك بقى من مرحلة الاشيين دي انت هتيجي تاخد فرصتك مع الفريق الاول وعقدك هيبع عقد الاعب في الفريق الاول مالكش علاقة بالاشيين ده اللي انا بدور عليه عفا عبر رحمن انا في فترة دي والدي متوفي لما قلت الوكيلي مش الوكيلي البقى اللي جاب لي بلجيكا ده ده مش وكيلي الرسم وكيلي الرسم كاستمير السيد وده كان علاقة خوية جدا من مجلس دارة النادلة قلت له مستو سمير انا جالي كذا كذا وبفكر يعني بستخير ربنا كده وبفكر بس غالبا شكل هعمل كده لان انا مش عارف اخد فيزة حتى هو كان عارف موضوع بالجيكا قال لي طب موضوع بالجيكا فيه قلت له مش عارف اخد فيزة والوكيل بتاعي كل ما بكلمه بحس ان هو ما فيش في دي حاجة اعملها واحنا مش عارفين الدنيا فيها ايه عرفنا طبعا بعد كده ان كان فيه موظف كبير جدا جواه السفارة او موظفة هي اللي كانت مؤافة الدنيا دي كلها لانها كانت تقريبا حرم حد في النادي الاهلي او فلما عارفوا انها راح بالجيكا بزة دي معلومة مؤكدة من الراجل ده ده اللي وصلني من الراجل معاكدة ولا مش وكدة الله بس ده اللي وصلني ساعدة ان هي ان هي حرم حد معين في النادي مدير العام النادي تقريبا وهي موظفة كبيرة في السفارة هي لمؤافة الدنيا كلها لان انا كنت لعب لسه ما كاملتش واحد عشرين سنة فانا ولي امري مين متوفي اولي امري النادي الاهلي فالنادي الاهلي مش موافق ان انا سافر تمام لما عارفوا ان انا مسافر في ورقة بتطلب موافقة من النادي مش هاي مش همشي قال لي لا الشريف الخطوة دي صعبة جدا اللي عملت انا مش هارفك تاني ليه ده الوكيلك والواجيل النادي ده مش هارفك تاني مش هارفك تاني والله الراجل ده قال لي كده حرفيا على فكرة راجل ده زي والدي وعلاقتنا مستمرة بس الفترة دي قال لي كده وفضلت فعلا سنة او سنتين يعني بعد ما روحت كان في العلاقة كانت مهزوزة بيني وبينه شو فقلت له حضرك شايف اللي بيحصل معي ويقال ليه اصبر يا الشريف ومش اصبر طبعا الناس بتبقى شايف حاجات كلام سهل الليدو في المية بالزبط وبيني وبينك عبر راحبان الصبر حاجة هلوة وده اللي تعبني في بيت حياتي انا فعلا انا عايز امشي في الموضوع عشان انا فيه موضوعية كتيرة بس تمام اه وبعدين فاستو عمر الجاني قال لك يلا اه اه فقلت له ديني اسبوع او سزامر انا فيه موضوع بل جيكا ماشي فيه كذا 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 وتقول له كمان اسبوع لان ده كان كلام الوكيل كمان اسبوع ماخدش الفيزا انا ان شاء الله معاكم طبعا انا انا من جوايا نفسي احترف ومش في دماغي خلص خطوة الزمالك دي ولا عشان مثلا اكد النادي اللي في حاجة الحاجة كلها حصلت من عند ربنا ترتبات من عند ربنا وانا مش في دماغي حاجة وكان كمان في الوقت ده كان امبي كمان كان كابتن امام محمدين كلمني عشان اروح امبي فريق اول وبتاع وهو الراجل ده كان اللي عرفني ان ينفع عمشي والنادي الاهلي النادي تاني في مصر لانا كنتش متأكد ان انا ينفع كنتم قلت ممكن طالما برا مصر عادي انما جوا مصر قلت عمشي اروح هو الراجل ده اللي عرفني ان فيه يعني قانونا ينفع اللي هو مين امام محمدين كابتن امام محمدين طبعا وكان عايزنا يروح برضو على الفريق الاول وعقد فريق اول كلام ده قال لي الشريف فلما عرف ان انا جاي للزمالك وانا بكلمه قال لي يا ابن ايه خلاص روح لزمالك توقع الله اه فاستخاربت ربنا وحسيت ان كل حاجة عبر الرحمن والله بتترتب ان انا ايه تروح نادي الزمالك طبعا انا من نسبالي هي اكبر يعني نقطة التحول في حياتي طبعا من كل حاجة من اللحمر للبيض الله انا وراي من اللحمر للبيض من الناشئ لفريق اول من اللعب الناس بس بتسمع عنه اللعب الناس حتشوفوا مرتب ناشئين لمرتب فريق اول وبعدين انت بقى ايه في تحدي رهيب تحديين مش اي بن ادم بيقاملهم والتحديين ده نقولك انت بقى ابن رحمن قولك انت عندك عشرين سنة الناس بقى تحط تحت كلمة عشرين سنة دي بقى مليون خط النهار ده اللعيب اللي عنده 24 و 25 سنة الناس بطلع على عائل صغير اه 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 الكلام ده كله حاصل معي كنت لسه عند عشرين سنة ولازم اتحدى نفسي في ان انا اثبت نفسي ان انا لعيب كبير العب في الفريق الاول في الناس الزمالك وجمهور الناس الزمالك يحبني اقتنع بيا ده رقم واحد ورقم اتنين ان جمهور الاهلي يعرف ان لا ده كان لعيب جامد ان الاهلي فرط في العيب ده كان لعيب جامد اه تحديين في العيين عنده 20 سنة حلو خدت الخطو خدتها ووقت كان بفضل الله ان فعلا مع اول 4-5 متشاط في نادي الزمالك فعلا اثبت بما لا دعم ما هو جال الشك ان انا الحمد لله قد كل الكلام اللي بيتالع علي ده وقد الازمة اللي حصلت وي 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 اول ما عادش مع نادي الزمالك اول ما عادش مع نادي الزمالك لعيبته كان كان الله وسهل السلام محمد كان قدام نادي طرع الجيش وبعد كده بعد الجيش لعبت المصري والمحلة وحرص هدود الاربع متشاط ده جيب تلاك جوان منهم الجنين في مطش اه ومنهم كمان كان فيه هاتريك في مطش المحلة ده وجول تالت ده تلغى بدون داعي ففي الفترة دي انت عندك 20 سنة بس بقى انت رايح بس انت كل عايز يثبت وبقى انت انت بش عرف تاخد فرصة في نادي الزمالك عشان فيه فلان وفلان موجودين فلان الزمالك برضو فيه زيوم مين بقى في الزمالك؟ عمر زاكي موجود في الزمالك عب حليم علي موجود في الزمالك جمال حمزة موجود في الزمالك وكان مصطفى جعفر مصطفى جعفر كان جاي برضو حاجة جامدة جدا الاربع وكانوا بلعبه ومعاكف وبيت النجوم بقى في حزم امام كان بتى حزم امام موجود شكبالة موجود طب وانت لعبت مهاجم ومين قعد يعني مين كان بلعب وقعد هو انت فترة دي باوس انت معاك مين؟ فانت داخل المدير فني من سايتها روت كرول يعني شريف اشرف بلعب وعمر زاكي قعد احتياتي؟ كتير حصرت عب حليم علي كابتن عب حليم علي عشان دول كاباتن كابتن جان الحمزة كابتن عمر زاكي كابتن عب حليم علي الناس دي كلها انا لعبت في فترة كتير لعبت كنت انا الاساسي يوم ما بيعودوا مش السنة دي بس السنة اللي بعدها كمان السنة اللي بعدها جاي اجوجو جاي اجوجو كان لسه برضو كابتن عب حليم مكمل وكابتن جمال مكمل وعمر كان الروح انجلترا السنة اللي بعدها جاي كابتن ميدو وجاي ورجع عمري زاكي تاني من انجلترا وجاي احمد جافر يعني الناس دي كانت كلها موجودة انت بتلعب تاخد فرصة مشترك كتير جدا كنت انت بتبقى رقم واحد والناس دي بتبقى معاك تلات سنين في زاكي سامريك؟ تلات سنين بدا الاول اول ما جبت جنين تلاتة مع نادل اهل مالك دي ناية قلبت بقى يعني اصابع الاجتهام بقى راعت للناس اللي في النادي الاهلي وفي نقطة كمان مهمة جدا لازم نحطها في البداية عشان احنا كلمنا عن نادل اهل كتير ايو اما روحت النادي الهل مالك اللي قلبت بقى تعكست يعني انا انا زي ما كنت وقلت كتير جدا اما انكرتش ان انا كنت اهلاوي لحد اخر لاحظة كنت موجود فيها في النادي الاهلي اما روحت النادي الازمالك الموضوع تقالها تلاتة ستين درجة بقيت الزمالكاوي حتى انه خيار حتى وقتنا هزي وده كانت سؤال تاني انت دلوقتي حلا زمالكاوي فعلا لو الاهلي بلعب الزمالك انت قلبك مع الزمالك فعلا انا يعني انا انا صريف في حيطة دي قلتاي كازامور لان الحب اللي شفتهم جمهورنات الزمالك من وقت ما روحت حد وقتنا هزا يخليني غصب عني دلوقي طب ما انت جمهور الاهلي برضو ما اصرش معك لا هو مش يعني انت انا بتكلم في ايه ان انت النادي الاهلة ظلمت فيه مسلا بسبب مدرب فانت مش محتاج هي نصيب هو مش حولت ظلمت يعني برضو ما اصدي النادي الاهلي سنين طويلة وقسسك ولعبت كرة وورك يعني خرجك وفجر موهبتك يعني فهم ما اصدي فهي عشان كده كنت اسألك ما اشوف كل ده واتفجرت فعلا بقى والناس عرفتك فعلا في النادي الزمالك فعلا الناس شافتك في النادي الزمالك ما حد تشافك في الاهلي شفت اللعبتم ببرة واحدة في النادي الاهلي بس ما حد شايفت كرح ان ما انت في النادي الزمالك حطوك بقى قدامك الجمهور في المناصلات الرسمية بيت لاعب كبير دوريو في طورة افريقيا وكل الكلام ده سامو بقولك عبر رحمن بتحصل لو انت عندك عشرين سنة يعني انا لاعبت من عشرين انا بشيت ننزمالك تلات عشرين سنة ليه بقى مدرب برضو مين حسام حاسم حالو كابتون حسام حسام قصص بلوه ناولو بقى كابتون حسام حسام مفيش هو سبحان الله مش محتنع بك خلاص كام يا مش راجب بقى بالعكس كان كل كلامه انا عايز اقولك على حاجة يعني انا كابتون حسام قبل ما يبسك الفريق كان بيطلع في الاستدواءات تحليلية حال المناصلات نادي الزمالك كان بيتكلم عليها مش عايز اقولك اه يعني في فيديوهات ممكن اجيبها لك اتقول ازاي بقى انت لما تيجي ما تلعبش الراجل ده باللي انت بتقول عليه ده كابتون حسام اول تمرينة ليه في نادي الزمالك والله كلمتين ما حنساها قال لي انت قال لي انت لازم تلعب ونتاخد اما ليه بقى انت بهمش هو الظروف مع اول ماتش والله كل حاجة ظهر طبعا لعبت معاه اول ماتش بدأت لان انا كنت انا الفترة اللي قبلها انا رقم واحد وانا اللي بلعب ورقلي في الملعب بدأت اتغلبنا من الحرص حدود ماتش بس الدنيا اتغلبت تمام مهاجم يعني انا ما يعني عارف هي كورة كورة واحدة بس انا فاكرها في الملعبش ده كبال عادة وشوت جات في العرضة رجعت ونزلت لجوه الثمانتاشر وفيه الثلاثة واقفين جوه الغول فانا قلت هحط وش رجلي فاهم عصدي قوية حتى بالزبط هي خبطت وخرجت يعني مدافع شالها ما ضيعتهاش ما حطيتهاش برا البرواز هي جوه البرواز مدافع وحط رجليه وربنا وفقه وشالها بس همت ساعتها لاجتش ثاني معاك شكرا يوم ما لعبت كان موتش مزنوء جدا انا فاكر طب انزل بقى وريني انا ما كاش بلعب مع كابتو حسان والله بجاد بعد الموتش ده حرفيا انا طول ما الفرقة ماشية بتكسب انا ما بلعبش فرقة متعدل او خسرها انا انزل والله هو ده اللي كان بيحصل معي مع كابتو حسان فانا حسيت وكمان كنت 23 سنة عبر رحمان يعني وانا الموضوع كان دين كانت مشكلتي طول عمري باخد الموضوع على صدر وحرق الدم او يعني احدش احسن مني فاهم عصدي مش حدي بلعب حسن مني يعني ده اللي كنت دايما بقوله لنفسي ولا زلت ما كانش في حد احسن ولا حيبقى في حد احسن ده اللي تربت عليها ده حاجة انت متربة عليها زي ما قلت لك زي ما حكيت لك قبل كده فكنت ببقى ميت فعلا ما بقعد احتياطي والله العظيم عبر رحمان لحد السنة دي لحد ما بقعد ستة وتلاتين سنة دي مشكلتي مع المدربين ان انا لما بقعد احتياطي انا ميت من جواي محدش فاهم بس جزء من الكرة انك تقعد احتياطي عادي يعني بقبلها جدا جدا وبعمل كمان يعني ارقامي مع كل فرقة حتى الفرقة اللي يبتوا مع الحد الدرجة التانية الخمس سنين اللي فاتوا ارقامي لو انا قعد احتياطي وبنزل اقم ناحك حتى لدرجة انك بقوا المدربين بيتفاقلوا انهم يقعدوك عشان تكسبوا عشان تنزل تجيب جو انا هو الله هو شريف طب مش هجيب جو شريف بيبدأ ممكن يجيب ممكن ما يجيبش سواء ما بينزل بيجيب وما عنديش حد بينزل بيصنع الفرق او بيغير فخلاص هو الشريف والكلمة اللي في دماغه امش في فوق التلاتين سنة ده انا بلعب بها في القناة واحد تلاتين سنة سنتين باع كده فاركو سنة باع كده ابو يرق اسميها سنتين فانا فابو يرق اسمي ده الحد سافت ستة تلاتين سنة بفضل الله فستة تلاتين سنة مش لازم يبدأ مش لازم يبدأ رغم انك بفضل الله بفضل الله مفيش تمرينة لبدنية ولا فنية ولا اي حاجة بتتغيب عنها او بتطلع منها او او مش قادر لها الله انا وراي بفضل الله لانك انت متأسس كويس كل اللي بيحصل بالنسبة لك ده مش هيتم الزمالك عن عقدك خلص عادي ولا انا اللي طلبتها مشي قلت لهم هم مشي اه اد روحت فين بقى؟ روحت الجونة كان وقت برضو كويس لنادي الجونة اه كايكاب اسمي يوسف كان زي ما قلت لك اه طبعا فهو كان ميسك فريد او فين بلادي الجونة وهو لما عارف ان انا عايز امشي بلادي تكلمني وكان فيه فوقت ده عندي كتير بكلمة بس انا قلت اروح مع مدربة ضمنه ومش عايز بقى ايه قصص غريبة الله يناور عليك هو ده هو مش موضوع ضمنه كان يعتبر زي والدي اه طبعا هو عارف مين وانا عارف انا بالنسبة له ايه وسبحان الله يعني هو سبع ماتشات ومشي اوكي بس اوكي بس او مدرب كابتن اوناور سلامة ربنا المسيب الخير مدرب كبير طبعا بس برضو الامور ممشيتش معاه زي ما انا لعبت وانديت ايه تاني بقى جونة او ايه لعبت في الجونة بعد كاها سفرت احترافت في هلسينكي في في منلندا ويارو في منلندا بعد كاها رجعت لعبت في حراس حدود تلات اربعة شهر لما الدوري ستوني بعد مجزر في برسعيد بعد كده طلقت على واندي اسمه بيل في سووسرا ورجعت من سووسرا قى جونة تاني بعد جونة اللعبت في معولين وفي الانتاج الحربي حلو احتراف في فينلندا سووسرا دا كان درجة تانية امتج اليه؟ سووسرا اطبرا اا 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 يعني الاحتراف دا مجدي بردو انا سأقول لك إيه فينلندا واللاتفيا لا بلدت عبانا مفيهش كرة مش عارف ايه اه او فنلندا ده انه هو نادي كل سنة بلعب تصفيات تشاملزليج وكتب. اه. ودلوقتي هلعب دوري المتابل الاوروبي السنة دي. يعني النادي موجود في الصورة يعني. الخريطة يعني. كان بالنسبة لي فاترينا كويسة ان انا روح نادي اكبر. ده كان هدفي في وقتها يعني. ما محسيتش وقتها الناس ما قللة من الموضوع ده. اه طبعا. 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 بعد ما انا روحت فنلندا عبدالله سعيد راح فنلندا وعمر جمال راح فنلندا وناس كتير. بس انا ما روحت فنلندا في الوقت ده انا روحت مضطر لان ما كانش فيه فترة انتقالات مفتوحة غير في البلد دي. ايه. انا كان ممكن اروح ممكن يعني كان ممكن الناس اللي شغالة معي. تجيب لك او. يعني سامعيسى واحمد مطر دول انت اكيد دول حبايبي اخواتي وكانوا لو كانوا بتوعي في الوقت ده. كانوا يداروا يجبولي حاجة ما كانش فيه فترة ما كانش فيه ويندو. ده واحمد مطر ده متخصص في سنلندا. بزبط. فما كانش فيه اول كان هيجيب لي يعني ايه حاجة كويسة ممكن كان ممكن اوكرانيا. اوكي. روسيا بتاع. بس كانش فيه حاجة مفتوحة في الوقت ده غير اه. ونادي كبير. يعني عارف اللي هو ايه محطة كويسة. يعني. برضو انت بتروح نادي بنفس على دوري عند فرص تجيبي جوان كتير. ودوري بتاعك واقف كده 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 كرة بايزة عندك في مصر يعني ما فيش فيش كرة فتروح تلعب ولا تفضل قاعد. لا لا. مستني. قل تلعب. الحاجة كانت موجودية واحلى حاجة حصلت لي من الموضوع ده. واحنا كنا مع بعض في فترة. اعينا جيت متخب مصر الاول. اول مرة في حياتي. مع بردلي. بالزبط. ام. فشوف ربك سمعت علي يعني ممكن. اسباب. اه. راجل اكيد انت تفتكر كلامه اكتر مني. او راجل قالك محدش ياخد الخطوة دي يعني 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 والعيب عايزلع. مش واحد بيدور على فلوس وقاعدة والكلام ده. ده واحد بيدور ان عايز يلعب. تلالت مع متخدم ماتشارات انا فكر ماتش تونس باين وماتش كوديفور. لا لعبنا جوجيا اه. اه. بزبط. وبعد كده. رحنا بقى الامارات. غانا وكوديفور. اه. بزبط. وكنت موجود في ماتش كاتر برضو وما ما لعبتوش. يعني اما كان اربعة ماتشارات. اوكي. ففي الفترة دي انا اصلا اللي خلاني كمان ابعد ان بعد فنلندا عاعدت فترة ما روحت هنا ايدي. يعني كانوا الناس في فنلندا عايزيني اكمل. وانا ما ردتش اكمل للظروف بقى اللي احنا بنوا عليها وانا سمعت الكلام الناس وبتاع لا او خليني ودوري في مصر هيبدأ. الله. او الله. حسيت ان الناس هعمدوك من فنلندا. اه. فاستنيت كزا شعور لحد ما الدوري يستقنف وكان ساعتها رحت ما كنت تحلمت الله نحرس حدود. مم. يعني سبت فنلندا وروحت حرس الحدود. الله. ودي كانت خطوة غلط? جدا طبعا. جدا. يعني انا كنت اكمل نص موسم او موسم كمان في فنلندا. ايمكن كنت اكمل اه محطتي. بس انت حسيت بالان احسيت انت في التلاجة بقى الناس كنت كلمت عن محترفين ويجيبوش شريت سوية عشر. مش عاخريت. ده لا لا حدش يعني حدش كان او ما حدش عرف انك حاجة لما جيت منتخب بس. اه غير كده كانش حادس مع انك حاجة اصلا ولا حد يعرف في فنلندا عملت حاجات حلوة جدا يعني. يعني انت هذا الوقت مثلا حالا لو لو سأل لك مثلا والله عندي هنا في نادي هنا بس في نادي في فنلندا في نادي في بولندا في نادي في اوكرانيا بتنصحه يروح. طبعا طبعا. حيلعب دوري ممتاز هنا حيلعب دوري ممتاز في نادي كويس. نادي عنده طموح مش بيدي فرص. نادي عنده سيستم يعني سيستم كويس ماشي. ممكن تلعب هنا ممكن يعني ماديا وتتشاف. اه بالنسبة المصر يعني او بالنسبة للمنتخب لو انت العيب مميهوب اكتر. انما انت لو انت بدور على حلم ومحطات عايز تروح بعيد. اه. يعني اه. كان في دماغك ان انت مسلا ممكن تلعب في دوري الانجليزي. يعني كان في دماغك حاجات كبيرة. اه بص انا من فنلندا دي كان نفسي يعني كان نفسي. بعد ان فنلندا بس اعلعب دوري الالماني بس. وخطوة كويسة جدا. يعني من الالمانيا بقى ممكن تشوف الدنيا فيها ايه. انا بس انت دايما يعني دايما ما تاتي رياح بما تشتغل السفنة وانت بيحصل ظروف يعني غصبة عنك بتلاقي حاجات ونصيف لاو في الاختي يعني. فيه بقى خطوة يعني برضو انا يعني ما بحقيك عليها طبعا ان انت برضو ايه. اه في ناس لما مسلا ان الدنيا ديق عليهم شوية في الدوري الممتاز برضو ايه بياخدوا بقى بيخشوا في حالة نفسية وبتلاقيه برضو حتى في الممتاز بيه مش 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 يعني مش عارف مش كل ناس انا دايما انا اقول دايما اللعيب الدوري ممتاز فرص فشل له في الممتاز بيه كبيرة جدا يعني ممكن جدا ينزل الى نفسه مش عارف. يا حي. الخطوة دي اولا قل لي كانت يعني تأثيرها عليك ايه اما انا عرفت خلاص ايقنت ان انا ما ليش مكان في الممتاز وراح لعب في الممتاز بيه حسيت بايه يعني. الله بعمل يا جاي. من ساعة الفترة دي اقصى من من قبل الموضوع بتاع الممتاز بيه ده بسنة وانا في الانتاج الحربي وانا بعيش. فوقت صعبة. يعني انا في الانتاج الحربي كانت حصائية لاصابة وكان مدير فاني كانت ساعتها ما مساعدنيش. كابتن كابتشاو غريب مساعدنيش خالص يعني. فكنت بعيش ظروف نفسية سيئة جدا يعني. لانا كنت من الناس تعرف مصنف وليه اسهم في الدوري الممتاز وكوران ديه كتير بتبقى عايزاك. فجأة. من هنا هتروح هنا عادي يعني. فجأة ما حصلت الاصابة وبعدت عن الملعب. لمدة كم شهر بس. لديت الدنيا سودة. كي انك ما كنتش بتاعف تلعب قبلها بس. والله بجد حرفيا يعني. كان عندك كم سنة? تلاتين مثلا. تسعة وعشرين سنة. عادي يعني. عادي. والاصابة الحمد لله رجعت منها يعني. ما كانتش حتى رباط صليبي يعني. ده لان في ناس بيجنوا صليبي واثنين وتلاتة. ومشاء الله الله اكبر وبيكمل وبيلعب. انا مشكلتي توامرة يا برحمان. انها ما عملتش رصيد في نادي بشكل كبير يشفعلي. اللي انتقلت من نادي النادي دي كتير مش حاجة حاجة. صح. يعني انا اه غلطة حياتي بقى الرسمية ان انا طلبت انها بشي من الناس زمالك. دي غلطة حياتي الرسمية اللي انا بندم عليها لحد الوقت. فعلا. فعلا. انا انا الناس كانوا عايزين اكملوا. حتى كانت حسام ما كانش عايز نمشي. برغم نظر ما بيعتمدش عليها. بس هو هو يمكن كان شايفني لسه صغير في سن شوية. لسه محتاج. انت عارف كل حد تبقى قابله. يقول لي مسلا ايه غلط حياتي ان انا مشيت من النادي الاهل. محمد فاروق هنا كابتن محمد فاروق قال لي نفسي قصة فين يعني. قال لي لو كنت اعد كان هيحصل واحد ايضات اربعة. انت مسلا هتقول لي لو كنت اعد كان الكابتن حسين مشي وتجابه ما مش عارف مين. صح? يعني. ايا هي السيناريو هكده. اما لايه بقى الدماغ بتبقى فين وقتها يعني. يعني. هي بيبقى زي ما بقول لك غضب غضب من جواك وعدم قبول وعدم رضا. وده غلط. يعني انت كان المفهد وقتها تقعد متلعبش عادي? انا بزبط. فعلا? ده اللي اناك شافته بقى بعد السنين دي بقى. ما انت تصبر في نازل زمالك. هتلفه وتجيلك تاني. اه تصبر في نازل زمالك. واحسن مليون مرة ما تصبر في اي نازل تاني ايا كان اسمه. وانت في دماغي ان انت هتروح نازل تاني بقى تكسر الدنيا مش مش هتمنع. صح? هو ده هي دي. وارجع تاني. ونادية يرجع يرجعني تاني. يطلبني بقى. بالزبط. هو ده اللي كان في دماغي ساعت. بس انت فكرة انك تروح وتنجح بره بره الناديين الكبار. عشان برضو ما مبقاش فيه عنصرية. يعني سواء انت كنت رعيف الاهلية او رعيف الزمالك. وخرجت بره الناديين. فرصة انك تنجح بره وترجع. مليلة جدا. واللي بيعمل كده. الناس مليلين جدا. فهم ما اصدي ايه? يعني زي ما انت بتقول اللي بيخرج. وما ينجحش اكتر بكتير او من اللي بيخرج وينجح. حلو. بعدين. رغم ان انا نجحت. معرفش ارجع. ايو. انا نجحت مع جونة. يعني ارقامي مع جونة كويسة جدا. وكنت ملاعبة مميزة جدا في الجونة وجبت جوال كتير مع الجونة. بس ساعاتي ما حاتش ارلك صباح اخير يعني. اه. ارجعتش. طيب. كان فيه كلام فترة من فترة بنرجع بس ارجعتش. الانتاج الحربي اصابة عدم لعب. اه. فجأة مفيش نادي اعايزني. بالضبط. مفيش نادي في الممتاز حرفيا اسمي. لوكة لبقى. اه. جمال دول اللي هما ايه. كانوا بيتحايلوا عليك ويكلموك وتعالا. وتعالا معايا هنا وتعالا واديلك هنا وتعالا اجيب لك هنا. بقيت انت اتكلمه وما بيردوش عليك. فانا بفضل الله الواحد طول عمره عنده كرامة يعني وايزت نفسه. يعني. انا اللي بكلمه مرة ما بيردش عليها ما بفكرش اكلمه تاني. ايا كان هو مين. جزء من من الكرة يعني جنب الموهبة واللي اللي كتبقى لايب جامد. على خطك تبقى كويس. طبعا. بزات هنا فاصل. ما عملتهاش انت دي. لا. بزات هنا مفروض تعملها. اه مش بالضرورة والله. لا بالضرورة. ايه عشان تشتغل في مصر. ما هي اثرت عليك عشان تشتغل في مصر. يعني انت لو كدت لو كدت بجد يعني لو كدت عليك اصدقاء وكلة. لا بتروح وتيجي معهم وكده ومش عارف ايه وهم يعرفون مدربين. بعد الانتاج. في خطبة كمان على الاقل. مش على الاقل انا كنتش لعبت درجة تانية. اللي انا عملت الموضوع ده. مم. وكان ليه علاقات كويسة كنت شالعب درجة تانية. غلط يعني انك تعمل الموضوع انها ممكانياتي كلعيب. بشهادة كل الناس اللي مسكوني سواب ممتازة ممتاز بيه. انا مينفعش هلعب درجة تانية. باللعيبة اللي لابت معي هنا وهنا. انا مينفعش هلعب وكنتش هلعب. كانتش هلعب درجة تانية. فهم موضوع. بس خلاص بلعب كرة لكرة يعني. يعني اه حاجة قادر عملها وبحبها فبعملها. اه انما. درجة تانية في مصر عاملة ازاي بقى? اه سيئة. سيئة جدا. ازاي? اه ما لعب وحشة. فيش اهتمام. فيش اه بس تلفزيوني. اه بس السنادي يعني بسم الله. اه. اه. فيش اه فلوس. فيش اه اهتمام. فيش. شفت حاجات غريبة. اه. زاي? حاجة كتير. كتير جدا. اقليات وحشة جدا. سيئة لعبها او 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 مدربين او او ادارات. اه انا لعبت في عندها محترم. وكان بصراحة الناس فيها. اه. الى حد كبير الناس محترم. وده كان الحمد لله اللي خلانا كمل. هول عليك شوية يعني. هول عليك. انت لعبت مسلا في نادي زي فاركو مسلا. فاركو وقناة دول ناديين كبار. اه. امكاناتهم كويس. اه. ويعني القناة ده مؤسسة كاملة. بتعرف. طبعا. وانادي كبير ولا في نادي في دوري ممتاز كتير. وكانها انا ما بروح نادي. بفضل الله انا ما بروحش انا ما بخترش. هو اللي ربعه يبعاته. هو الناس تموحها تلعب دوري ممتاز. فهموا صدي? وفعلا. فانت اجواء قريبة شوية. بس برضو ايه يعني تيجي مسلا رايح مطش مسلا تلاقي نفسك رايح في ملعب شبهك جنينة مسلا. صح? صح? زي ايه يقول لي مسلا المرة مسلا. اكيد في موقفين تلاتة مخلدين معاك اه. في ملعب قصة امام بالله قصة امام بالله عبر رحمن. في ملعب لا يعني اه غير ادمية. اولا اولا الملعب ما تلعبش عليه. لانه فعلا انت ممكن تبقى ماشي فيه تتصاب مش بتجري. السناء ما فيش مفيش دور طوية يعني فيش حمامات. اه. تغير فيها لبسك. فيش قاط لبس. فيش حمامات. اه فيش حمامات. فيش قاط لبس. اكسم لا فيه فيه نادي مش عايز اقول اسمه. رحت ملعبه. فيش قط لبس. انت قط لبس بجابلك قوضة كده. كأنك في شقة. فهم? والله العظيم. وما فيش حمامات. وما فيش مية في الحمامات. فيش حمامات ولا ما فيش مية في الحمامات. في حمامات. اه يعني في حمامات. بس اه فيش مية. اه. يعني لو واحد دخل ما ما فيش. كله سرنته طيب. اه يعني فما فيش حتة ضغير فيها لبسك. فيش كرسي يتوعد عليه. اللي عايز الحمام بيعمل ايه بقى? اللي عز الحمام بيعمل ايه بجد والله. يعني بيروح بقى مكان جنب الملعب. ده انا مره ارقش والله. ده كده بتلعب في المسابقة اللي اللي بيسعد منها فرقة للدور الممتازة. لك انت تخيل. ملاعب طبعا الجنين ما يتلاعبش على كورا. وملاعب بقى نجيل صناعي. مش نجيل صناعي. يعني الاسفل تحسن منها. لأ يعني بقى كوارس. كوارس كوارس. اه يعني. في مطشات غريبة? طبعا. يتلاقي بقى حاكم خايف بقى من جمهور معين اللي هيطرابه ولا حاجة. والله يبقى كلامك بجد فقط. طبعا. مسلا النتيجة مستنينا تحصل حاجة معينة ويحصل عكسها مسلا. كتير كتير. حصل كتير يعني. يعني انا السنة اللي اول سنة اللي هي ممتاز بيدي مع النادي الكوناب احنا ملافس الصعود لحد اخر لحظة في. لحد اخر لحظة. كن احنا وسراميكا كليوبوترا وافسي مصر اللي هو بقى زدت دلوقتي. واحنا التعاتي كن اقرب تلاتة يعني. وافسي مصر كان بيلعب نادي المريخ في ملعب المريخ. واحنا ملعب سراميكا ده اخر مارش. يعني تلا يعني فرقتين بيلعب بعد موقع يصعدوا. فسراميكا جاب فينا جول واحد صفر. وكان هناك المريخ جاب جول في افسي مصر جول سليم مية في المية تلغى ما تفهمش تلغى ديها. اهو الله. اهو الله العظيم. انت قاعد بقى انت كل حاجة اونلاين بقى في اخر ماتش ديها. الناس كلها مستنيه منها يصبح. بعد واحد صفر تعادلنا. بعد تعادل بتاعك جبنا تقدمنا. وفي الديئة تسعة وتمانية احنا اتنين واحد. والنتيجة هناك واحد صفر افسي مصر افسي مصر. بالنتيجة دي يصعد. ايو. احنا على امل طبعا ان المريخ ممكن يجيب جول. اه. والنتيجة بتاعتنا تخلص اثنين واحد احنا نسعاد. بالزرط. تمام. في الديئة تسعين السراميكا يجيب جول تاعتهم. فيك. اه. ونلعب نقصين واحد. كان واحد صاب وما فيش تغيرات خلصت. ونلعب نقصين واحد. ومستنين. وبتالي سراميكا بقى يعني انا لعيبة زمايلي في المرأة. يا كابتن شريف والنبي الماتش ونسعاد. هما لو كسبونا يسعاد ورسمي باستنوش نتيجة تفسير مصر. ايه. طب يعني 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 ما ما يفعش. يعني طولهم طب يعني انا والله قلت اللعب ده كده. قلت له طب يعني انا سيبتك تجيب فيه اقول. والمريخ جا بقول هناك انا عمليه في نفسي. والله لا قلت له كده. لقوا بعدين اول. حداصر اللي قد ده مكدول في حداصر زيهم. الناحية التانية عزيزيزيززيزيزيزيزيوس بيتعابوا برضو. اللهم ينور عليك. بالزبط هي ايا قصة كده. فالأو في الاخر بتابه مكتوب يا الصعود ده مكتوب. حتى نفس السيناريو ده اقرر معيها في فاركو وهنا فاركو يعني يعني على عبورها في كنا ساعتين. السنة بتاع بتاعت فاركو السنة سنة الصعود دي. احنا بنلعب يعني طول يعني احنا بدأنا وحش. وبعد كده من الاسبوع الاثناشر بالزبط يركبنا اول الدوري لحد الاسبوع الخمسة وعشرين. هلا بيلاعب حرس حدود المنفس المباشر لنا. الحرس كسبنا عدنا آآ عدنا بنقطة. في الاسبوع الخمسة وعشرين. فبقى خمس اصابيع. وهما فقيق بنقطة. تمام? مم. وفي الفترة دي والله عبر الرحمن. الحرس بتحس سيئة عايزاهم. يعني تحس ماشي معهم قوي. مم. خمس ست ماتشاط بيكسبوا في بديها حاجة وتسعين. ايه. فهم? يعني ماتش المسلا القبل القبل الاخير. بيلعبوا المنصورة في مستاد الماكس سفر و سفر. واحنا كازبانين وبتاعه. وخلاص بالنتيجة دي احنا هنقرب. يعني هنعدي الحرس. يقوم في الديقى ستة وتسعين واحد شوية شوطة وكده من. من عند البيت. اه من بعد الدايرة وتروح في المقص. اه. في الديقى ستة وتسعين. وحاجات غريبة بتحصل. للدرجة حتى نلق الجهاز الفني بتاعنا. خلاص ناس يأسها يعني. والحرس طبعا انت عارف يعني مؤسسة وبتاع. فممكن الدنيا بقى فيها ايه. اه مساعدة بالنسبة لهم شوية. ما اعمل شوية ظلموا يعني. في التحكيم وكلامنا. ضمنين ان هم ياخدوا حقهم. الله نعر عليك. فباللعب احنا اه كان كفر الشيخ تقريبا بيلة. فرئيس مو بيلة في كفر الشيخ. وهما بيلعبوا اه لأ. اه احنا بيلعب بيلة. هما بيلعبوا كفر الشيخ عندهم. حرص حدود في ملعبه. اه ماتش القبل الاخير. والطبيعي جدا حرص حدود يكسب. وكفر الشيخ عايز من الماتش ده نقطة. نقطة. عشان يضمن ان هو يقعد في الدولة. وعرفنا بقى موضوع ده. نتقل المدير الفاني ساعدة في تحرح الحدود يا كابتن احنا محتاجين نقطة وماتش تعادل. وانتو نقطة تساعدكو. فخلاص يا كابتن نمشي ماتش كده. سبحان الله ومدير الفاني راجل مخترم بصراحة. لهم ما فيش حقيق دي كورة ونلعب. بالمناسبة كابتن محمد حليم. يقول لهم لا احنا نلعب. اكسبك كورة. اه اه او اخفت خلاص. سبحان الله احنا نكسب وهم يضغل بواحد صفر من كفر الشيخ. يعني كفر الشيخ كان عايز نقطة اخذ تلات نقطة. احنا بالنتيجة دي تسوينا معهم في النقط واحنا في فارق اهداف كبير لنا. ايه. وصعد. وصعد. جبت خيمة جنو ساني دي بتانت فارقه دي. سانت فارقه ما جيبتش جوال كتير. جيبت حواري خمسة او ست جوال. اعملت زيهم اسستات. يعني بس كأداء وكا 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 قيادة ووي ووي ووي. عملت كل حاجة مكتمش انت ايه تاخد الفرقة بزات في الفترة الصعبة من تحت الفوق دي. باسمع باسمع عن عن يعني ماتشاط بتيتوجه برضو في الدرجة التانية كتير. انا القصة دي ما قدرش اقول ان انا اجزم بها بس باسمع كتير مش عارف ايه ده شريم ماتشاطهم. كلمة دي اسمعتها كتير اوي. بتحصل اه. بتحصل. اه للاسف. متأكد. اه دي متأكد منها. اه متأكد منها. بس اه في الاخر. اه هو ده السبب انا اسف يعني في السبب في الحالة للكورة. طلع يعني احنا احنا لو انت لو انت شايف اه احنا كنا عبطلة الدورة في مصر عموما او كرة في مصر عموما ما بقيتش بتشوف برضو كرة الحلوة اللي كنا بتشوفها مثلا من عشر سنين. فهي ماصدي هي نفس النجوم نفس 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 المواهب نفس القوة المنتخب نفسها مش هو هو نفس المنتخب من حوالي عشر سنين فهي. بس بس ده يتم ازاي يعني ازاي يعني بتتوجه فماتش بتحصل. الله يعني يعني حكا معين ببقى فيه فريق معين احنا اقوى يعني 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 فهم مصدي. مالوش يعني فريق له ضاهر فروم له جدار يعني فاحنا عايزين فريده هو اللي يصعد مثلا او هو اللي يكسب او يعني اه السنة دي مثلا فريق مثلا زي ابويل اسمي ده لكو تلعب فيه مثلا شركة وشركة حكومية وبتاعه شركة مؤسسة. بس فيا ان ديها جماهرية زي مثلا بلدية المحلوي. الناس هي مع الحكام وهو والعلاقات وبتاعه بيبقى مصالحهم اقوى مع التفاهي بقى. اه. بتأثر على خلال حكم جوان ماتشو. يعني ده ما يمنعش ان 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 هم فرقة كويسة وكل حاجة. اه ومعهم مديرين مدير فاني كويس يعني احمد ابراهام احمد ابراهز ميلي واستحاق الصعود 100 بالنسبة لي يعني. لكن ممكن في حاجة زي كده بتحصل لها بتبقى صبر. لما تبقى خمسين خمسين تبقى ستين اربعين. الله نور عليك تبقى. فيه يعني. لما فارق تبقى قولا يلا يعني. اوكي. فلا يعني درجة دي فيها حاجات كتير وحشة للامان يعني. اتمنى ان نشوف حاجات احسن. في يعني في كرة عموما الفترة اللي جاية لان انا شايف لا يعني احنا محتاجين انه يحصل تغيير جزري في حاجات كتير جدا. واتمنى من ربا سبحانه وتعالى ان ده يحصل. اتمنى من السادة مسؤولين. بداية من رئيس الجمهورية لحد والله بجد لحد المسؤولين في الكرة ان لا يبقى فيه واقفة ويبقى فيها محاولة للتغيير. اصلاح يعني. وللاصلاح. يبقى على كل الكتعات وكل الدخليات يعني يبقى فيه رقابة من ناس عندها ضمير وعنها مليانة على 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 صناعة الكرة عموما في مصر. اوكي. راضي عن الكيرو بتاعك بلسبة كم في المية? اه. السؤال صعب. السؤال صعب. يعني انا راضي باللي رباك هتقولي. اللهم عليك الحمدل وشكش. اللهم عليك. تبس اقول لك فيه اجابتين دايما بسمعه. واحد يقول لك انا راضي مية في المية. طلاث اللي حصل تحصل. في واحد يقول لك لا يعني انا ظلمت نفسي مثلا في واحد اتنين ثلاثة. فانت انا اجابتين اكيد. انا انا بين الاتنين يعني في الوقت بحس ان ظلمت نفسي بقرارات اه خدتها وانا زي ما بقولك ان كنت لسه صغير ومعنى الشترات. او فيها اه غضب. في وقت غضب خدتها. وفي نفس الوقت بقول اه اكيد كل ده كان. قضاء وخضر يعني ربنا كدو. يعني ربنا واجهني الحاجة كده يمكن ده احسن سيناريو. مش يمكنها بالنسبة لي. انا على يقين ان ده احسن سيناريو حصل لي. يمكن كنت ممكنها في حتة انا. يمكن مكنتش عند مش عارف اقول لك يا ابو رحمان قدام نفسي قدام ربنا. انا مش مش احسن حاجة يعني. يعني. ممكن ربنا يديني في الدنيا وياخد مني دماغي تسوحني. وده وده مش احسن يعني. صحيح. لا يعني. زي ما احنا كنا بنتكلم لسه قبل. ان احنا مثلا في ناس نكحة بس انا ما اتمناش ابقى مكان ما اتمناش ابقى شخصيتي زيه. حقيقة. انا شفت ناس كتير ونكحة والناس بتعتبرها ناس نكحة. عيقونة يعني. والله العظيمة. لا اما حبش ابدا اشوف نفسي زيه. ابدا. زي انت بتقول لي دلوقتي موضوع العلاقات وي وي فكورة مهمة. بس انا اصلا الناس اللي لازم عم معهم علاقات دول انا بالنسبة. انا مش عايز عم معهم علاقات. انا مش عايز اعرفهم. مش عايز عم معهم علاقات. فهمني. والله بكلمك بجد. صح. حد يقولك انت مسلا بتدعم. الفضيلة. او انت ده. انا محترم او مش محترم او مسالي او مش مسالي. قدام الناس مايفرقش معي. انا انا كالشريف. المهم انا رب العالمين شايفني ايه? انا انا كالشريف. لو ربنا سبحان الله ما عافاش عني. ما حدش فيك اوه ينفعني. تفهم عصد ايه? ف زيما بحطه دم دم نفسي حاجة اقبل يعني اقبل على نفسي وعلى اولادي يشوفوني في شكلي. نفسك تدخل نادي الزمالك التاني. طبعا. بشكل اشكالي. يعني انا بتمنى لو اتشغل في نادي. انت بطال في دلوقتي اعتزلت. لا اولا نادي اوليسه عليها تشغل اعتزالي يعني. انا ما لعبتش في نادي في فترة الانتقالات دي. خلصت عادي مع ابو ايري اسمي ده مروحتش في نادي. اكتب ادور على نادي في كاهرة يعني بحس اي بقى ورايب من اولادي يعني بقى لي خمس سنين بايد عن اولادي وعن بيتي. وكنت بحاول يعني انا بقى موجود في نادي في كاهرة. من ابلعب ومن ابلعب بقى جنب اولادي بتاع. بس ما لقيتش حاجة كويسة. ما لقيتش حاجة مناسبة. اه. فما لست يعني في محاولة في يناير. بس انا يعني يعني والله برحمن مش عايزها. يعني مش مستنيها يعني او مش انا خلاص انا بالنسبة لي وبيني وبيني ومن نفسي حتى لو كده ده دي كانت النهاية. فانا الحمد لله زالف وانا ما عندش مشكلة. ونبدأ نشوف ان شاء الله موضوع التدريب. ان شاء الله. اه. لو في فرصة نلعب في يناير مع نادي هيكون الناس بقى مدرب عارف انا مين ويقدر ياخد مني ايه او محتاجني في ايه. تمام. ماشي تمام. مفيش ودي حاجة انا بقول لك ده عشان الاقيها صعبة في الزمن اللي احنا فيه ده. ايه. فمش عامل حسابها. طموحاتك في التدريب ايه يعني? لا بعمر محاطة كبيرة. انا حاسس. اه. اه. يمكن فترة اللي احنا كنا مكلمة عليها دي. ان انا بس انا ملعبتش اه بشكل كبير. قعدت احتياطي بشكل كتير. اه. اتعملت مع مدربين كتير. اه. شفت ميزات وعيوب كتير قدامي. اعتقد يعني. تقلتك شوية في الحتة دي. اه. اعتقد ان رباها صحوات تعالى. اه. مديني اه. حتة اللي ان انا قلقط التفاصيل. يعني. لو خدت كل حاجة كويسة. انا كل حد اشتغلت معاه. شوف بقى على مدار كاريري ده كله اشتغلت معه. هتكون خبرات تدريباك كويسة تبدأ بيها. الله ينور عليك. اه. اه. مع بقى ان شاء الله مع دراسة مع تطور مع علم مع ثقافة. حاجة جديدة بعمر الله. انه ان شاء الله اخد شهادة بعمر الله مش من هنا. ان شاء الله اخد شهادة من برا مصر. ان شاء الله اتحاد اوروبي. بعمر الواحد الاحد يا ربنا انظرني وفاني. السيل اوروبية ممكن تخدها من من الامارات بتسعمل. بعمر الله. اه. من اي مكان يعني ان كان المكان احاول اخدها ان شاء الله. ولحد ما وصل البرو ان شاء الله. ان شاء الله. طريق طويل. اه. 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 ومش صنوع حاجة. يعني انا كورة هي الحاجة اللي بحبها. وهي الحاجة اللي بفهم فيها. ما افهمش في حاجة تانية. والحاجة اللي هتكمل فيها. بعمر الله. وناوي. فو في الاو في الاخر انت عايب موضوع بقى انك انت تشتغل في مكان معين او بلد معينة او ارض الله واسعة يعني ربنا يكتب اللي في الخير يعني انا هعمل المطلوب مني وحاسعة تعمل الواجب والهوموركتاك وعليه في الاخر ربنا هولي بواقعك مصبوط عندك حاجة تانية عايز تقولها حبيب او احنا هولنا كلنا حاجة تريبا انا استمتعت جدا معك والله والله انا كمان حبيب كنت متأكد انها هتبقى حاجة كويسة وانت كده كده ان شاء الله زي ما انت قلت يعني ربنا بيكتب الخير لكل واحد وكاير محترم في الاخر يعني رايبت في اكبر ناديين فمسلات في المنتخب اه في ناس اتمنى اتعدي انا والله العظيم في لعبة كرة تقول لي انا نفسها روح اتغدى في المنتخب وامش يعني انا اغسن بالله في الهوموركتاك ففي ناس يعني عارف بتقيس كده وفي الاخر يا برحمن يعني انا لو كان كريري يوقف عند المحطتين دول بس وخلص والله يبقى كلامك كنت حبقى راضي جدا ومبسوط جدا ما بقى لك بقى انت بفضل الله لاعبت فنده كتير ولاعبت الحد ما بقى عندك ستة ترتين سنة دي برضو انا يعني انا بحمد ربنا طبعا اللهم لاكي الحمد وشكر حمدا كثيرا لان في لعبة كتير زميلي وكانوا موهوبين ولعبة كبيرة جدا وبطلوا قبل مني بتامن وبتسعة وعشر سنين حتى لهم حتى سواريخ فكورة وبطلوا ما لعبوش فريق اول اصل دي حقيقة ما اقول لك انا والله ابقى احمد عبر رحمن ده بالمناسبة يعني انا ما بجيبش ما بجيبش تاني اسلام عادي ما بجيبش سيرة حد عموما بس عبر رحمن ده فعلا من لعبة اللي كان استاهل فعلا ما بقى موجود له ده كان لعبة منتخب ناشيئين واهلي من لعبة جميل جدا وكان رقم واحد في مكانه وسبحان الله ما لعبش فريق اول لقى في الاولمبي سنة وبس وخلاص بس انت متخيل لما كان الولمبي داري متأس بس وده كان لعب جمد قوي يعني وققيس على ده ناس كتير والله مهاجمين كتير كانوا من جيلي ومن سني ملابوا في مكاني ما امعرفش عنهم حاجة اي ولعبة كتير كانوا اه جمدين يعني ما حاجتش سمع عنهم فهي كله حابي اخد نصيبه هي بص ولا هي بالاحرف ولا هي بالاكثر اجتهادا ولا هي هي في الاخر هو الاجتهاد كعقيدة اه لا وواجب لازم انت مجبر عليه بالزبط ده لازم لازم يبقى عاقيدة جواك انك تكتهد عشي توصل لحاجة انا مكتهدش ما تطلبش انك تنجح رغم ان احنا فيه في زمن اه الفهلوة والشاطاء واللي شغل دماغه والكلام ده احنا في زمن تشغيل الدماغ احنا فيه ناس يعني تاخد ده مباري اقول لك انا اقول له مسلا انت بتكتهدش كفاية اكتهي دكتر من كده يقول لك ده فلان نايم طول اليوم والحاجة بتجيله غاية عنده يعني حتى كلاعبة كورة مسلا فلان تخينه مش عارف ايه بتاع وبيلعب مش عارف ايه وبياخد عشي ملايين دي مشكلتنا احنا كمصريين فمشكلتنا عموما من دلوقتي عبر رحمان فكمصر يعني كمصريين وكعرب نحنا بنبص البعض حاجة بص النفس يعني ممكن بزاة موضوع السوشيال ميديا كمان بقى الموضوع في يعني مفيش ركابة طبعا على التعليقات والكلام ده كل واحد بيقول اللي هو عايزه براحته كل واحد طبعا بيبص الموضوع من وجهة نظره وبتاعه وفيه الناس محترمة وجهة نظرها تحترم حتى لو بينتقدوا فيه ناقد محترم ومبناء وفيه ناس ثانية بتنتقد لمجرد النقد وبيبقى فيها للأسف يعني اساءات فانت يعني اللي بيسيق ده بص النفسك تبص انت يعني مثلا نهاردة شريفة عبد الرحمن عاملين يعني انترفيو بيتكلمه وكل واحد بيتكلمه انت عملت اي احسن مني عشان تنتقدني بص النفسك يعني عندك مثلا انا اسف يعني ابوك اخوك ابنك حد عمل حاجة زي اللي انت عملتها حتى لو هي مش عاجبك طيب يعني لو عملها انت فش تبقى مبسوط بي لو حد عمل نفسي للراجل اللي بعملت فش تبقى مبسوط بي يعني لو ايه انا فاهم بييجي واحد يقولك مثلا ايه وحصلت برضو في ضيوف تمام او زمان حتى انا انا اشتغلت في برامك كتير يعني وانت يعني جايب فلان ده وده لعب مطشنه على بعض وده عدى قدام النادي الاهلي وده ما مش عارف ايه بتاع طب يعني انت عملت حضرتك بس انت عارف الشخص ده لو كان قال حاجة على هوا اللي بيعلق يعني حاجة كويسة اقولك والله هلعب والله في الاهلي بس محترم كنا بنحبه وبتاع يعني هي في الاخر انا الاختلاف في الاخر مبني تقييم الشخص ليك مبني على تربيت لا وعلى انت كلامك عاجبه ولا لا بالزبط لو انت كلامك مش عاجبه او انت كلامك مش ناسك عاجبه والله يتمنى يبررلك نهاردة رب العالمين ولله المسأل الاعلى مش كل الناس مؤمنة النبي صلى الله عليه وسلم واشرف الخلق مش كل الناس مؤمنة فانت مين عشان عشان تطلب من الناس تجتمع عليك مستحيل مستحيل وعلى فكرة لو ما فيش حد بيكرهك وحد احقد عليك يبقى انت هوا برضو يبقى انت هوا برضو بالعكس يعني انت الناس اللي بتنتقد الساكوس كلها في اسلوب النقد يعني ممكن باسلوب محترم وبالناء وبواجهة ناصر محترم وبأدب وفي باسلوب تاني وللأسف احنا بقيننا في زمن الاسلوب التاني يعني هو ده اللي كتير اوي لان انت زمان التواصل كانوا دلوقتي التواصل من وراك كيبورد دي مصيبة اشكرك شكرا جزيلا استمتعت ومجيتك على راسي طبعا يعني انت لبيت الدعوة انا عارف ان انت يعني قيمتك كبيرة جدا عندي يعني شكرك انت عارف انت ايه بالنسبة لي اخوي الصغير وبحبك جدا في الله واتمنى ان شاء الله بعمر الله من مكانك ده انت توصل ان شاء الله لحاجة كبيرة جدا في الاعلام الرياضي في مصر انك تستاهي ان شاء الله نوصل حاجة كبيرة هنا قلت لك كده قلت الكريم خطاب كده اه هاني هتحوك بشوفه كده انا بحس ان الجيل بتاعك وده وجيل الشهود ده يعني تستحقوا مكان اكبر من كده المتأكد ان شاء الله هجيلكوا يوم وانا شخصيا اتمنى هنا يعني انا رئيس قناتي فدي اعلى حاجة عموما نورتني وشكرا جزيلا دي كانت حلقة النهاردة من جول كاست ان شاء الله حلقات جاية وضيوف اخرين مميزين جدا ومؤثرين وعندهم قصص وحكايات وخبرات ينقلوها واشوفكو في حلقة جاية من جول كاست